هناك إشارات واتهامات ربما لحكومة ريشي سوناك إذن ولكن يبدو من تعاقب هذه الأزمات أن الأمر لم يتوقف فقط على هذه الحكومة ولكن على الحكومات المتعاقبة معظم البريطانيين الآن ينظرون إلى هذه الحكومة على أنها غير قادرة على حل المشكلة وما تفعله فقط اجتماعات ومجرد وعود بزيادة الأجور وحل مشكلة النقابات كيف تقرأ رد فعل الحكومة حتى الآن؟ نعم الحكومة لديها ابتداء شكرا لك وتحية للمشاهدين والضيف الكريم من القاهرة الحكومة لا تستطيع أن يعني هي يديها مكبلة بالظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها بريطانيا لذلك وهي حكومة محافظين والمحافظون لديهم سياسات محددة وهي خفض التضخم ابتداء هذه أولوية لحكومة المحافظين وكذلك خفض الضرائب وبسبب جائحة كورونا أنفقت الحكومة مبالغ طائلة على الصحة وكذلك على البطالة الكثير من الشركات مثلا سرحت موظفيها والحكومة دفعت رواتب لهؤلاء الموظفين لمدة عام وهم في بيوتهم لا يعملون ولكن يأخذون 80% من الراتب فالحكومة كانت سخية وعالجت أزمة كورونا بشكل جيد ولكن الذي حصل أن الأزمة الأوكرانية اندلعت في الوقت الذي كان يجب أن توجه الجهود لتحسين الاقتصاد عندئذ ارتفعت أسعار الطاقة ومع ارتفع أسعار الطاقة تفعت أسعار كل المواد بما في ذلك المواد الغذائية لذلك حصلت الأزمة وهناك الآن بسبب التضخم بسبب ارتفع التضخم ارتفع الأسعار تكاليف المعيشة العمال في كل القطاعات يطالبون بزيادة في الأجور لأن أجورهم تدنت بقيمة أجورهم صحيح أن القيمة الإسمية للأجور لم تتدن ولكن ارتفع الأسعار جعل من هذه الأجور متدنية بنسبة 20% أو أكثر هؤلاء أو هذه الإضرابات المواطنون لديهم حق بها وأيضا الحكومة حاولت التصرف في هذا الأمر بما متاح لها كيف من الممكن إحداث حالة من التوازن لأنه كان في آخر حديث لبريشي سوناك هو فكرة دعوة النقابات إلى التخفيف من حدة هذه الإضرابات لتقديم الخدمة إلى المواطنين وأن المواطنين يتضررون بشكل كبير بسبب هذه الإضرابات هل من حل توازني من الممكن أن يحدث فارق في هذا الأمر؟ لا يوجد حل في الحقيقة الحل هو في بيد الحكومة بالتأكيد يمكن الحكومة أن تفاوض مع النقابات الحكومة ترفض حتى التفاوض وهذا هو خلل كبير حكومة ريشي سوناك لا تكترث لما يجري خلال هذا العام لأنه لديها سنتان للانتخابات المقبلة وهي يبدو أنها تعتزم أن تخفض التضخم بأي وسيلة كانت كي تتمكن عام 2024 من الادعاء بأنها أنجزت شيئاً وأنها تمكنت من خفض التضخم لذلك هي الآن مصرة على أنه لا ارتفاع في أجور العمال والعمال لا يستطيعون أن يعيشوا بالأجور الحالية لأن أجورهم انخفضت فعلياً بنسبة 20% وهم يطالبون بزيادة الحكومة لم تفعل شيئاً حتى الآن هناك حلول بالتأكيد يمكن الحكومة أن ترفع الضرائب مثلاً على الشركات أو على الأثرياء لكنها لم تفعل لأن حكومة المحافظين تحديداً هي تخدم طبقة رجال الأعمال الأثرياء الشركات هذه هي الشرائحة التي تخدمها في العادة حكومة المحافظين